المراسل بلقيس وهم يحرثون التعب على خارطة الوطن إلى من أثمروا على درب الحقيقة والمعلومة وتركوا أرواحهم تحوط بلقيس عبدالله قابل ومحمد القدسي وعبدالله القادري اليوم معكم تخطو بلقيس نحو عامها السادس أهلا بكم لبلقيس وهي تخطو نحو عامها السادس بثبات ومسؤولية إلى الأرض حيث تقف شبكة واسعة من المراسلين يحصدون الفجائع واللهب الأمام وقسوة العمل الميداني ويعيشون الجحيم الإنسان الذي يعيشه اليمنيون كافة يعملون بصبر وأناه على تغطية الأحداث ونقل المعلومة والصورة وتوثيقها ويتعطون مع المعاناة الإنسانية على خارطة التراب الوطني وحيث سنحت لهم الفرصة تواجدوا بشبكة تعمل باحترافية ومهنية همها الإنسان أولا كنتم نافذة السؤال حيث الإنسان وحيث كنتم وجدت بلقيس تخضون معركة الجميع نيابة عننا كنتم شهود الحقيقة من سيول عدن ومأرب إلى أعاصير سقطرة إلى الخطوط الأمامية للمواجهات إلى مناطق النزوح والفقر والمجاعة للمساء اليمن اليوم هو يحتفي بكم وبإنجاز بلقيس على هذا الصراط القاسي والجارح حتما لم تكن الحقيقة دوما متاحة ولا سهلة المنال عام سادس تدخله قناة بلقيس مستندة على مسيرة أعوام خمسة من الالتزام بمبادئ الصحافة المهنية والخط التحريري الواضح المنحاز لقضايا اليمن وتطلعات اليمنيين خطاب جديد يتحدى قسوة الظروف وبعد المسافات وصعوبة التحقق من المعلومات والاتصال بالمصادر وفيما تستمر الحالة العامة في انحدار مخيف تبذل قناة بلقيس محاولاتها لإحداث الفارق معتمدة على إرادة كادر شاب ومختلف ورؤية متجاوزة بدأت قناة بلقيس بثها من صنعة لكنها اضطرت لمغادرتها بعد سيطرة ميليشي الحوثي على المدينة وعلى الرغم من أن بلقيس تبث من مكتبها في إسطنبول إلا أنها تحافظ على مسافة قريبة من مصادر الخبر في الداخل من خلال طاقم مهني كبير ومتنوع لمراسلين ومصورين يتسع باستمرار في إطار مساعي القناة للتواجد في كل مكان يمكنها تواجد فيه خلال خمسة أعوام عملت شبكة مراسل بلقيس في أجواء محفوفة بالخطر ووسط ما يزال ينظر للكاميرا بالكثير من الخوف والتوجس وأكثر من ذلك يمكن القول إن مراسل القناة كانوا يعمل في وسط معاد من جميع السلطات المسيطرة على الأرض بعد أن تقسمت البلد الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون في جو مكهرب بالكثير من الصراعات المعقدة ومرافق ذلك من انتهاكات لأبسط حقوق المواطن اليمني كحرية العمل والتنقل وحق الحياة وجدت شبكة مراسل بلقيس نفسها متحملة عباء تكون صوتا لشعب يواجه عملية إذلال ونهب منظم تشترك فيه ميليشيات الداخل مع دول الإقليم في هذه البيئة الخطرة دفع عدد من المراسلين والمصورين حياتهم ثمن للاتزام والعمل من أجل توفر المعلومة وتغطية الخبر إذن مشاهدنا الكرام أرحب بكم وكذلك بضيوفي الذين سينضموا معي في هذه الحلقة بداية من أستاذ وليد البوكس مدير المراسلين بقناة بالقيس عبر سكايب وكذلك علي الجرادي مراسلنا في الجوف من مأرب عبر الديتي إيل مساء الخير عليكم أستاذ وليد بداية من عندك مرحبا أسيا مساء نور لك ولكميع الزملاء والمشاهدين بداية أغني جميع زملائي وزميلاتي في القناة في إدارة القناة وفي مجلس الإدارة وقبلهم جميع الزملاء العاملين فريقا الميداني في العشية انطلقت الذكرى الخامسة للقناة بالقيس هذا اليوم يعتبر يوم استثنائي بالنسبة لجميع طاقا بالقيس أو من عاملوا معنا أو من لازالوا متواجدون فيك في الميدان وجميع بلا استثناء حقيقة كلما توغلنا أو ذهب عام وودعنا آخر ووجاء عام آخر أيضا نتذكر عادة الزملاء الذين كانوا معنا في الفريق خصوصا الميداني الزملاء والمصورين والمراسلين الذين دفعوا حياتهم لأجل هذه اللحظة ولأجل أيضا أن تنقل صورة للمشاهد كما هي على حقيقتها خصوصا والبلد يعيش والجميع يعرف بأن اليمن يعيش أسوأ سنوات الداخل يعني البلقيس كان لها نصيب من الحصاد المر في هذه السنوات الخمس الفائتة لكن رغم كل هذه القراحة رغم كل هذه المآسي رغم كل ما شهدته الشبكة المراسلين من الزملاء المهنيين من قمع ومضايقات وملاحقات وانتهاكات ما تزال الشبكة المراسلين واقفة وصامدة وتعمل بشكل مكثف ليس لشيء إلا لنقل فقط الصورة للمشاهد هذه الشبكة الواسعة من المراسلين حقيقة هي من نعتمد عليهم يعني بأغلب الأخبار التي تريدنا من الداخل بطبيعة الحال نترحم على زملائنا الذين غادرون خلال هذه الخمسة الأعوام عبدالله قابل ومحمد القدسي وعبدالله القدري رحمة الله عليهم وأحيي كل من هم في الميدان في خطوط المواجهة من يضحون بأنفسهم لأجل إيصال المعلومة بتجرد وبإنحياز دعنا أستاذ وليد ننتقل لأستاذ عبدالله علي الجراد عفوا مراسلنا في الجوف علي مساء الخير مساء النور عليكم جميعا آسيا والأستاذ وليد وجميع المشاكدين المتابعين لقناة بالقيس وكل عام جميع بألف خير وأنت بخير علي وأود أن تحدثنا بداية عن تجربتك كمراسل في قناة بالقيس حقيقة بالقيس كانت هي مدرسة وأكثر من كونها قناة فيها استطعنا أن ننقل من خلال هذه النافذة معاناة الناس وتطلعات الناس في مناطق متفرقة من الجوف تحديدا وكنت قبلها في ريمة حيث معاناة بعيدة عن وسائل الإعلام في الجوف تحديدا تمكننا ومن خلال قناة بالقيس أن ننقل معاناة الناس على امتداد الصحراء الواسعة في هذه المحافظة صوت النازحين والمشردين نتيجة الحرب المحتدمة منذ خمسة أعوام حاجة الناس للخدمات والوسائل المعيشة داخل هذه المحافظة عملنا خلال خمس سنوات على نقل الصوت المواطن داخل محافظة الجوف وغيرها من المحافظات من خلال شبكة المراسلين المتواجدين من زملائنا في الميدان رغم المصاعب التي واجغتنا في نقل المعلومة والتأكد من المصادر لا سيما في ضلة كثرة المعلومات يقف الصحفي أمام حالة إرباك كبيرة ولكن مع هذا كنا نحاول أن نقترب من الحقيقة ونعمل بقدر عالي من الأمانة والمهنية للوصول إلى المعلومة الدقيقة التي يمكن أن ننقلها للناس بحيث تكون مجرد من الشائعة ومجرد من التزييف واستطعنا خلال خمس سنوات أن ننقل معاناة الناس وأن نتلمس أيضا أوجاعهم وأحزانهم ونشاركهم أيضا أفراحهم وتطلعاتهم للحياة داخل مناطق واسعة من الجوف كان هناك كثير من التحديات واجغت العمل الصحفي ولكن هذه التحديات سنتحدث عن هذه التحديات نكت أمامك بقدر نعم علي سنتحدث وأتمنى أن يساعد الوقت للحديث عن التحديات التي تواجهكم في الميدان دعنا نذهب إلى حضر موت ومراسلنا من هناك محمد اليزيدي مساء الخير محمد مساء النور أهلا وسهلا أهلا بك وكل عام وأنت بخير محمد وأود أن أسمع منك يعني أبرز ما واجهته من صعوبات في عملك كمراسل من حضر موت لقناة بلقيس كل عام وأنتم طيبون وكل عام والجميع بألف الصحة وعافية وفي هذه الذكرة في الصنع الخامسة لانتلاق قناة بلقيس قناة سلليمنيين طبعا قبل أن أبدأ وأحدثت عن النقطة التي طلبتها دعني أذكر لك قصة بسيطة في أول مرة أو لازلت تذكرها بطوة في أول تواصل بيني وبين القناة بلقيس لازلت أتذكر أن الأستاذ وليد البكس هو مدير المراسلين في القناة وبعت له تحية من هذا المقام عند أول حديث بيني وبينه عندما عرض علي أن أنضم إلى هذه الأسرة قلت له في البداية أنا ليس لدي توجه حزبي ولا توجه سياتي وما إلى ذلك فقال لديك خوف من أن تكون القناة ذات توجه معين فقال لي بكل أريحية لا يهمني ما إن كان لديك توجه أو ليس لديك توجه لا يهمني ما هي أفكار الحزبية أو السياسية أنا يهمني فقط ما هو عملك أن تكون مهني في عملك وأن تكون حيادي وأن تكون ناقل أو مرآل لصوت الناس وليأحداث الناس إذن قبل أن تجيبني على النقطة التي سألتك عليها طبعا الأستاذ وليد البوكسي استمع إليك الآن دعني فقط أذهب إليه سريعا لأستمع لتعليقه على نقطتك هذه أستاذ وليد استمعت لمحمد وهو يعني يحدثنا عن أول تواصل بك معه نعم حقيقة ناسية أنا استمعت إليه جزء بسيط من نهاية كلام محمد لكن عموما أتذكر أيضا هذا اليوم بالتحديد عندما تواصلنا بمحمد وحقيقة كان هناك إعصار شايلة أو لبان أعتقد أو تشابالة هذا الإعصار عندما كان هو محمد واحد من الناس الذي صور الفيديوهات ونشرها على الإنترنت على اليوتيوب فأنا كنت في نفس التوقيت فقط حتى أقول لك أبرز مقطة كرهام محمد وتحدث عن مخاوفه أن يكون للقناة أي تواجه وهو حدثك أنه لا توجه لديه ولا يريد أن يعمل في مكان لديه توجه معين أو انتماء حزبه معين نعم هذا صحيح هذا نحن عندما نعمل في حقل الإعلام حقيقة أو في حقل نحن لدينا قضية القضية الرئيسية هي انقلاب على الدولة وإسقاط الدولة ومساة الدولة وارتعاها هذا الهدف الرئيسي والرسالة الأساسية من عملنا في الميدان الأشياء الأخرى التوجهات الشخصية لبعض الزملاء الانتماءات حقيقة هذه نحن لم نلمسها على الإطلاق خلال طيلة هذه السنوات ونحن نعمل مع بعض كل من كان لديه توجه معين كل من كان لديه رأي معين لن نمارس عليه أي مصاية أو أي إرشادات أو أي تعليمات فقط كانت تجمعنا الشاشة كانت تجمعنا المهنة كانت تجمعنا المعلومة والحقيقة والدقة وحرصنا جميعا في داخل المقر الرئيسي وخارجه في الميدان كان الحرص بشكل رئيسي وأساسي على نقل الصورة للمشاهد فوفق هذه الأساس ووفق الشرف الصحفي العمل المهني اجتمعنا واشتغلنا وقطعنا مسافة كبيرة جدا محمد عموما واحد من الزملاء الذي أنا أعتز كثيرا بالعمل معهم وجميع من في غرفة الأخبار وجميع من في الدارة من الزملاء هم يعرفون كل مراسل بالاسم وبيعملوا وإنجازوا وإلى أي مدى هو مهني بشكل ومحمد في حضرموت عموما هو من الزملاء الذين غطوا المساحة الجغرافية حتى امتدت بعض تغطياته إلى المهرة دعنا نعود لمحمد وحاول أنك لا تسمعناش علشان لو له أي ملاحظات عليك كمدير يقولها وهو مرتاح محمد تفضل ما هي أبرز الصعوبات حتى لو كانت هذه الصعوبات مثلا تواصلك مع مديرك ما عليك تتكلم اليوم يومك يعني خذ راحتك الأستاذ وليد يعني دائما لا نجد أي صعوبة معه بالعكس بل نحن من نشكله صعوبة ونتعبه في كثير من الأوقات ليس هو من لكن من ناحية الصعوبات فهي الصعوبات المتوفرة وطبيعة أي عمل أن تكون هناك كثير من الصعوبات لكن بالنسبة لنا هنا في حضر موت كثيرة هي الصعوبات لكنها ميدانية أكثر أيضا في وجود توجهات سياسية في المحافظة النتيجة للأحداث المعينة كثيرا عندما نخرج إلى أي تغطية من الصعوبات التي نواجهها أنه يتم تصنيفنا على جهة معينة على حزب معين على سياسة معينة هذا الأمر شكل لنا صعوبة بشكل كبير البعض يتخوف منها البعض يرفض أن نذهب لتغطية موقع معين بفجة أننا نتبع لجهة معينة وما إلى ذلك بل أن هذا الأمر لم يكن فقط من خلال المنع بل أنه حصلت بعض الأوقات أن تم الاعتداء علينا فواء من الضرب أو بالشاتم أو بالإهانة أو بالمضايقة أو حتى بالإحتجاج هناك كثير من الأمور ربما قد لا نقوم بنشرها مما يحصل لدينا لكن هناك أيضا عندما تذهب إلى أي مكان كثير من المرات يتم سؤالي ألا تفرض عليك القناة أن تعمل تقارير معينة ذات صيغة معينة مهاجمة فصيل في ديون آخر هذا الأمر وأقولها بكل أمانة لم يسبق يوم أن طلب مننا الأخوة في القناة أو في قرفة التحرير أن نفعد أي تقارير أو تغطيات مخصصة لمهاجمة جهة معينة أو تتنافع عن ما هو موجود على أرض الواقع كانوا جائما حتى يطلبوا مننا الانتظار التأكد أكثر من صحة المعلومة البحث عن مصادر أخرى لكي نقدم مادة ذات مصداقية مادة نقولها بكل أمانة أن هذا ما هو موجود أن هذا هو تعبنا أن هذا ما نبذله لكي نعطي نعكاس لما هو واقع على أرض الواقع محافظة حضرموت مساحة شاسعة كبيرة نحاول قدر الإمكان لا نقول أننا نجحنا بتغطيتها بالكامل لكن نحاول قدر الإمكان أن نقطي كل أجزائها كل المناطق فيها نحن هنا مع المصور وربما أريد أن أقدم هنا عبارة شكر وتقدير لزميلي المصور الذكرية محمد ثارث الذي يعمل معي هو يعني يشكل ذران موجه له التخية أيضا يعني هو أيضا عنصر مهم لنقل الصورة من هناك صحيح نعم لو لا لا يفتح أن أتحرك بكثير من المواقع عملنا تغطيات سواء في وادي أو الساحل حتى كما ذكر أستاذي وليد عملنا بعض تغطيات في محافظة المهرة نحاول قدر الإمكان أن نجعل هذه المساحة الجغرافية الكبيرة حاضرة في كل التغطيات الإخبارية لنعكس حقيقة ما هو على أرض الواقع أيضا ولنكون لسان المواطن اليمني أريد أن أشغل جزئية معينة بعشر ثواني إذا أمكنك يا محمد معي ما شاء الله المراسل نحاول أن أتواصل بهم نعم ربما الشيء الذي نفخر فيه كثيرا أنه حتى الأشخاص الذين لديهم مواقف معينة من القناة أو سياستها أو يتحمونها بأنها تابعة لطرف معين عندما تحدث لديهم مشكلة عندما تحدث لديهم أزمة يأتون إلينا لكي ننشر عن هذه الأزمة لكي نقطي هذه الأزمة لأنهم يعرفون جيدا أننا نحن أكثر من يكون حاضر في أزمات الناس ونقطي أزمات الناس ونكون لسانهم هذا بالنسبة لنا اعتزاز حتى من قبل من يتخذون موقفا من القناة نعم إذن شكرا جزيلا لك محمد اليزيدي مراسلنا من حضر موت كنت معنا عبر الهاتف وانتقل إليك علي علي كنت تتحدث عن أبرز الصعوبات أيضا التي تواجهك وأنت تعمل في منطقة كثيرة المواجهات منطقة صعبة ربما أيضا صعوبة الإنترنت وكثير من الإشكاليات التي تمرون بها هناك صعوبات كثيرة من ضمنها تباين المعلومات وتدفقها بشكل كبير يجعل الصحفي أمام حالة إرباك بالإضافة إلى أن صعوبة الوصول إلى أماكن إلى الأماكن وإلى الضحايا أيضا هناك بعض الأطراف التي تحبذ نقل المعلومة عنها في الميدان يواجه الصحفي أو الصحفي في الميدان يواجه كثير من التحديات ما يجعلك أيضا يتعرض في معظم الأحيان لضغوطات نفسية هناك كثير من الزملاء الصحفيين خلال خمس سنوات تعرضوا لمثل هذه الضغوطات التي نتيجة اقترابهم من معاناة الناس من احتكاكهم بالنازحين بظروف المعيشية للمواطنين وأيضا بعدم الوصول إلى أماكن الضحايا ونقل معاناتهم وإصاباتهم أو حتى إيصال أصواتهم نتيجة بروبوغندا الحرب التي لا تحبذ في معظم الأحيان تناول معلومة ما وبالتالي هناك الكثير من التحديات يواجه العمل الميداني خلال خمس سنوات تستطيع أن أقول أن بلقيس استطاعت أن تصل إلى كثير من المناطق رغم هذه التحديات كنا في الجوف قد وصلنا إلى إلى الحدود السعودية نقلنا هناك معاناة المواطنين على السياج السعودي نقلنا أيضا معاناة النازحين في المناطق الصحراوية المفتوحة حاولنا أن ننقل أيضا أخطاء طيران التحالف العربي التي سماها أخطاء واستهدفت قوات الجيش الوطني واكبنا أيضا تحركات الجيش على امتداد الجبهات الاثنى عشر الموجودة في مناطق مفتوحة من الجوف كنا أقرب إلى النازحين الذين ما تزال مأساعتهم وويلات الحرب مستمرة في حياتهم اليومية أيضا الجوف كانت محرومة على مدى عقود طويلة وحاولنا من خلال نافذة بلقيس ومن خلال هذه الشاشة أن ننقل معاناة الناس تطلعاتهم أمانهم أطراحهم أحزانهم داخل هذه المحافظة نعم شكرا جزيلا لك علي الجرادي مراسلنا في الجوف كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب وأعود إليك وليد وليد كل يوم تأتي إلى القناة في الصباح الباكر تلفونك أمامك وتبدأ بالتواصل بشبكة واسعة من المراسلين هل تطمحون أو في إدارة المراسلين تطمحون لزيادة عدد المراسلين هل لديكم خطة للتوسع أكثر بالشبكة حدثنا عن هذه النقطة طبعا آسيا هذا الشك أي قناة أو أي وسيلة تعيش في مثل اليمن الآن يعيش في حالة حرب في حالة أمراض تضربهم من كل اتجاه كوارث عواصف سيول لا شك طبعا نحن أيضا لو لاحظ المشاهد أو نحن حتى بشكل عام كيف نواكب لن نستطيع أن نواكب كل هذه الأحداث ولن نستطيع أن نطلع الناس والعالم من خارج اليمن أو الداخل على ما يدور سوى بشبكة المراسلين في الميدان لدينا طبعا بالطبع لدينا خطط مستقبلية بتوسيع الشبكة لدينا أيضا بتعزيز كما يحدث الآن في بعض المحافظات التي تكبر وتتعرض أيضا لهجمات وبشكل عام من أكثر من اتقالة ليست فقط الميليشيات بالإضافة إلى الأمرض بالإضافة إلى العواصل بالإضافة إلى الجوانب التي يغطيها المراسل الصحفي الرجل أو الشاب لا يستطيع أن يدخل مثلا ويغطي علىها النساء وهكذا لدينا الآن نوسع الشبكة من المراسلات الزميلات حتى نستطيع مواكبة مشاكل القطاع النسائي بشكل عام في المحافظات بخصوص المحافظات الكبيرة نعم تعرف أن لدي عدد كبير من المراسلين طبعا نعم اسمح لي فقط أن أذهب لإحدى البؤر أيضا التي كانت على صفيح ساخن دائما وكان مراسلنا هناك محمد يوسف مراسلنا في حجة مساء الخير محمد مساء النور أستاذ آسيا شكرا جزيلا أهلا بك محمد وفي عام بلقيس الخامس وأنت في منطقة مثل حجة العديد من المخاطر التي تواجهك حدثنا عن تجربتك في بلقيس بداية أستاذ آسيا أهن جميع الطاقم في القيس الذكرى الخامسة لمولد باكورة العمل تلفزيوني اليمني وأيضا الاحتفاء الشعبي الكبير الذي لاحظنا خلال يومنا الماضيين في وسائل بالنسبة لنا هنا في محافظة حجة والمناطق الحدودية التابعة لمحافظة حجة هي مناطق مشتعلة جبهات مشتعلة أكثر من أربع جبهات على طرح خصص طاحل الحدود وأيضا بعد تياوض مديريات ميدي وحيران وغيرها من المديريات المحررة هناك الكثير من الصعوبات لكن ربما أكثر الصعوبات هي نوعا تياوض بعض الجهات الرسمية وبعض الجهات في التصريح لقناة في القيس وأيضا تخوفهم وتحفظهم لما لاحظوه من اتزان والخطة التحريري للقناة في المقاربة أو التوصل لعرض معاناة الاندخين وعرض معاناة الناس والمواطنين بجارة أولى قبل تنفيذ أي أيديولوبيات وأي خطوط أخرى أيضا هناك أمور أخرى مثل المناطق هنا صحراوية تماما إنعدام وسائل المواصلات المقلوفات باستمرار على المناطق هناك بعض النازحين في مناطق معينة في المديري أيضا هذه الأمور على بعضها كانت نوعا ما تشكل عبء في تنفيذ أو محاولة إيصال معاناة النازحين للجمهور المناطق نعم محمد أنت أصبت أثناء تغطيتك طبعا الحمدلله على السلام ولو متأخر حدثنا عن هذه الإصابة أين كانت وفي أي منطقة نعم كان في ذلك اليوم كان اليوم الثاني لهجوم من عدة محاور مستمر لميليشيا الهوثي استمر لأكثر من أسبوعين في اليوم الثاني من الهجوم تعرض أحد الزملاء الصحفيين لإصابة في كتفه وكنت مرافقا له في أحد المستشفيات ثم اضطررت للذهاب لمدير يسميدي وإكمال أحد السقارير التلفزيونية وهي خاصة بعبث الميليشيا الحوثي في المرافق بمديرية ميدي مثل كورنيش ميدي وأيضا ميناء ميدي انتهيت من إعداد هذه المادة وانتقلت إلى ميناء ميدي أيضا لإقراء بعض التصريحات الصحفية في الأثناء وبعد إتمام العمل تماما لم أشعر إلا وهناك صوت عنيف قبلها خمرار السماء لأن كان الوضع بعد الوقت كان بعد المغرب مباشرة لم أدري أيضا أنني كنت من المصابين نتيجة كانت العملية أو الهدوم بزورق مفخخ تم تمريره إلى ميناء ميدي وانفجر في المكان لم أكن أعلم أنني أحد المصابين هناك نتيجة لأن المياه غمرتنا إلا أن بعض المواطنين هناك وبعض الجهات العسكرية سمعتهم ينادون أن الإعلام المصاب الإعلام المصاب أسعفون أيضا بعدها مباشرة إلى مناطق حدودية وثم إلى أحد المستشفيات السعودية بعد ذلك لاحظنا أن هناك شضية دخلت ما بين العين والأذن وتسببت بشص في العظمة أيضا تقرت بجانب الفك وكثرت الفك وقعد حوالي شهرين اضطررت لإقراء عملية لإزالة هذه الشضية لأنها كانت أيضا بالقرب من العقب السابع نعم إذن الحمد لله على سلامتك مرة أخرى محمد وجنبكم الله أنت وجميع المراسلين المكارفي والمخاطر التي تواجهونها شكرا جزيلا لك محمد يوسف مراسلنا في حجة ننتقل الآن عبر الأقمار الاصطناعية مع مراسلنا من تعز حمزة أمين مساء الخير حمزة مساء نور آسيا ومرحبا بك أنت والأستاذ العزيز وليد البوكس أهلا بك حمزة وأنت في منطقة تعد منطقة مليئة بالأحداث بالمواقف بالعديد العديد من الحكاية ربما التي تواجهك يوميا حمزة هل لا حكيت لنا يعني مثلا حين تقوم بالنزول للشارع ما هو موقف الناس من ميكروفون بالقيس من الكاميرا المصاحبة لكن مجرد تواجدك بينهم نعم آسيا بالطبع وكما ذكرت بأن هذه المحافظة هي مليئة بالأحداث التي تتنوع ملفاتها العسكرية الاقتصادية السياسية الإنسانية ونحن في قناة بالقيس أو كمراسل لقناة بالقيس في هذه المحافظة بالطبع لمسنا كل ذلك ووقفنا إلى جانب الإنسان كما حملنا هذه الرسالة على عاتقنا منذ بدء العمل في هذه القناة بأن نكون صوتا لهؤلاء الناس والمظلومين والمعدبين في هذه المدينة ونقل قصصهم وحكاياهم وكل ما يهم هؤلاء المواطنين لإصال صوتهم إلى العالم بالطبع ارتياح واسع من ما تقدمه هذه القناة عبر سياستها أو خطتها في خطتها البرامجية أو في نشراتها الإخبارية لأنها تعمل وبكل حرص ومتابعة أيضا وتنسيق وتناغم بيننا هنا كمراسلين في الميدان وبين مراسلين والمشرفين علينا في إدارة القناة وأخص بالذكر الأستاذ وليد البوكس والذي يحطنا دائما على الوقوف إلى جانب الإنسان وإيصال كل ما يتعلق بالمواطن التعزي على وجه الخصوص فيما يتعلق في قضاياه سواء الإنسانية أو السياسية أو العسكرية أو الخدمية وحرصنا على نقل كافة هذه الملفات للوقوف إلى جانب الإنسان اليمني أيضا حرصنا على تغطية قصص وإبداعات المبدعين في هذه المحافظة وعرضنا الجانب أيضا الثقافي وكل جوانب ومنحي الحياة التي يعيشها الإنسان التعزي عملنا على تغطيتها ونقلها وهو ما جعل القناة تلاقي ترحيبا واسعا من سكان هذه المدينة وبالطبع قد تكون هنا شهادة مجروحة كون أحد العاملين في هذه القناة لكن قمنا بالنزول الميداني وعملنا على أخذ المقابلات والتصريحات ليكونوا الناس شاهدين على ما يقولون ويتحدثون بأنفسهم عن هذه القناة وما تمثله لهم هذه القناة في المحافظة أو في كافة المحافظات بمختلف أنحاء البلاد نعم حمزة هل تجد صعوبة في تواصلك مع المسؤولين لأخذ تصريحات معينة أم الأبواب مفتوحة لبلقيس دعنا نتفاعل بذلك نعم بالطبع استطعنا الوصول إلى معظم القيادة السياسية والعسكرية ومسؤولين هذه المحافظة لأخذ منهم مقابلات أو الإدلاء بتصريحات فيما يتعلق بملفات المدينة عدى بعض المسؤولين وهو جانب خفيف لا يذكر وهم المتحسسون فقط من السياسة التي تتخذها القناة في الانحياز إلى الإنسان والمواطن اليمني وعدم الانحياز لأي طرف سياسي كان في هذه المحافظة وهو مضر مصالحين وبالتالي يتعذرون لنا من وقت إلى آخر ويقدمون لنا الحجج لعدم ظهورهم على القناة وهي نسبة بسيطة كما ذكرت سابقا وكما تلاحظون أننا وصلنا إلى كافة المسؤولين عن هذه المحافظة من رأس هرم السلطة في المحافظة وكافة مدراء العموم وكلاه وكذا وعملنا على فتح أيضا آفاق واسعة مع هؤلاء والتواصل معهم بشكل مستمر من أجل أخذ معلومات أو الإدلاب أي تصريحات خصوصا فيما يتعلق بملفات المدينة التي تهم المواطن بشكل رئيسي شكرا جزيلا لك حمزة أمين مرسلنا في تعز كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية وننتقل عبر الهاتف مع مرسلنا في أبيان لطفي إبراهيم مساء الخير لطفي مساء النور أفيا أهلا بك وبالقيس تحتفي بعامها الخامس أود أن أسألك لطفي هل يعني أو كيف تنظر للمساحة الممنوحة لك من القناة ومن إدارة المرسلين في اختيار المواضيع في نقل صوت الناس في أيضا نقل المعلومة نعم منذ البداية ومنذ التحاقي وانضمامي إلى أسرة قناة تلقيس في بداية العام 2016 كانت هناك حرية ربما متاحة في اختيار المواضيع وكنا نعمل تحت إدارة من الصحفيين الذين دائما ما يعملوا على توقيهنا في كيفية التعامل مع الأخبار وتغطيتها وأيضا كيفية صناعة التغارير بما يتناسب مع الوضع المعاش في كل مرحلة خلال خمسة أعوام كانت قناة تلقيس كان لها السبق في محافظة أبيان إنها أول قناة تلفزيونية تعمل في إدار محافظة أبيان ووصلت إلى معظم المناطق الريفية وأيضا المدنوة كانت صوت الناس بحق وبحسب شهادة الكثير من المواطنين قناة تلقيس خلال الخمسة أعوام استطعت أنها تصل إلى القرى النائية استطعت أنها تنقل معاناة الناس استطعت أنها تنقل معاناة المرضى أيضا في كل الجوانب الحياتية وصلت إلى مناطق بعيدة جدا إلى لودر إلى موديا إلى مناطق مختلفة ومتفرقة كانت قناة تلقيس هي القناة الأولى التي تعمل بكل مهنية في محافظة أبيان بحسب تصريح الكثير من المتابعين للقناة خلال خمسة أعوام نعم أسيا نعم لطفي ما هي مصاعب الاتصال سواء بالمصادر المصادر المعلومة أو بالزملاء في القناة لإيصال مثلا تقرير أو مادة في المياه نعم هناك أحيان أو أحيان كثيرة ربما محافظة أبيان رداءة الاتصال رداءة الانترنت أيضا من أبرز العوائق التي تحول في الكثير من الأحيان دون إيصال المعلومة أو الخبر أو الحدث بسرعة لكن نحاول أن نتغلب على هذه الإشكال من خلال الانتقال أو الانتقال إلى محافظة مجاورة التي هي محافظة عدم من أجل رفع المادة متى ما كانت مهمة رفعها بشكل سريع نعم إذن شكرا جزيلا لك لطفي إبراهيم مراسلنا في أبيان كنت معنا عبر الهاتف وهنا نعود إلى تعز مع مراسلتنا الجميلة مها علي مساء الخير مها مساء النور عليك آسيا ومساء النور على الأستاذ وليد وكل الطاقة من المتواجد سواء في الستوديو والذين يعملون في الميدان أهلا بك أهلا بك مها تقريبا أنت من الطاقم الذي انضم مؤخرا إلى قناة بلقيس أود أن أسمع منك تجربتك خلال الفترة الماضية أولا في البداية كل عام وأنتم بخير وأنا فخورة جدا بانضمامي لعائلة بلقيس الجميلة كانت فرصة ثمينة أن أبدأ من الميدان لأن الميدان فرصة ثرية جدا تعلمت منها الكثير سقلت فيها الأشياء الكبيرة التي سأحتاجها مستقبلا ولم أسمع سؤالك بشكل جيد نعم ماها كنت سألتك عن تجربتك معنا في بلقيس ويعني طالما تكلمت بشكل عام أحدثينا عن يعني كونك فتاة وتنزل للميدان بالتأكيد هناك صعوبات سواء على المستوى العائلي أو على مستوى المجتمع ما الذي يواجهك مها في البداية كما تعلمين العمل الميداني الصحفي كان لفترة طويلة محتكرا لدى فئة الرجال يعني كان من الصعب والمستحيل أن تكون الفتاة اليمنية هي التي تعمل في الميدان هي التي تغطي أحداث خطيرة جدا ربما أحداث جبهات أحداث قنص أحداث حرب ولكن قناة بلقيس استطاعت أن تعطي فرصة بينا جدا للفتاة اليمنية لتكسر هذا الحاجز بالنسبة للمستوى العائلي كان هناك بعض الضلوطات قبل ما تكلميني عن المصاعب طالما قلت طالما قلت أن قناة بلقيس أتاحت فرصة كبيرة للنساء لدينا معترضة صراحة يعني أنا شايف أنه طالما يعني معنا بنات أمورات زي مهى ووجيه العدد قليل من النساء وهذه قناة بلقيس المراسلات يعني عدد عددهن قليل في الميدان لماذا؟ طبعا المعروف في المهددات أعتقد أن أولا صورة نعطية لك أشوال لي أو لمهاء 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 لو سمحت ضعيفة نعم مهاء سأعود إليك أخذ فقط الأستاذ وليد يحدثنا عن هذه النقطة والجزئية في يعني صعوبة اختيار مراسلات في الميدان مبارسة عليك يعني الصورة يا آسية أعتقد الآن واضح يعني أنت المذيعا والمراسلة يعني هذا استقطع كبير جدا من الواضح لا يحتاج إلى تعليق يعني القناة نسائية بحتها وهذا دليل ولكن هي كما تعريمي تعرفي أنت ويعلم مشاهدي اليابنين أنه عندنا قليل جدا المخرجات بالنسبة للإعلام وأيضا التدريب الصحفي والقانب معدود تماما ومحدود من الزميلات وإذا تخرجت صحفية لا تريد أن تعمل في الميدان وإذا عملت في الميدان لا تعمل في جانب الجانب العسكري جانب الاقتصادي البحث الذي يحتاج إلى مشقة وعمل وتنقيب عن المعلومة وأيضا متابعة الضيوف والتصريعات وأولا بأول وهنا هذا بشكل عام أعتقد ومع ذلك نحن في بلقيس لدينا لدينا كان لبأس حتى أعتقد بحجوة سمع مراسلات زميلات من ضمنها عاملين معنا في الميدان وما تزال الزميلة حمين جمال ونوجه لها التحية أيضا ونعزيها في وفاة والدها في عدن هي موجودة في عدن والزميلة أيضا قبلها نيسر علواني ومرو السيد ومرو العزاني ومجموعة كبيرة من الزميلات لكن هناك ظروف معينة وأنت تعلمين أيضا بأن ظروف عادة تقاليد إلى حد ما متزال قائمة في البلد المجتمع لا يتقبل عمل الصحفية في الميدان كما الشاب أو الرجل إلى حد ما نحن نحاول بقدر الإمكان أن نكسر هذا الحاجز ونعزز وأنا شخصيا أفضل أن تكون خصوصا في المجتمع اليمني عندنا خاصية المجتمع أن تنزل الصحفية أفضل ما ينزل الصحفية ليزور المنازل ويتقي بالنساء دعنا نستمع لتجربة مها وهي تنزل إلى الميدان وأوجه أيضا أنا تحية لجميع الزميلات التي كنا معنا في الميدان بدلا من أنيسة العلواني مرورا بجميع من ذكر وأعزي أيضا حنين وسارة جمال في وفاة والد هنا نعم ما هي الصعوبات التي واجهتك حين نزلت للميدان كونك فتاة وتعمل مراسلة أولا على المستوى العائلي هناك تخوف دائما من كونك فتاة تنزلين الميدان تعملين في هذا الوضع الأمني الهش خاصة بأن عائلتي لازالت تسكن في مناطق تسيطر عليها الميليشيا الحوتية كان هناك تخوف ولا زال هذا التخوف إلى الآن أنا محرومة حتى هذه اللحظة من النزول لزيارة عائلتي بسبب كونها تعيش في مناطق تسيطر عليها الميليشيا الحوتية وهذا ربما خوف طبيعي من قبل الأسرة على المستوى الميداني على المستوى الميداني أتحدث على المستوى الميداني كونك فتاة وتعملين في ظروف حرب سيئة ربما هناك الانفلات الأمني أيضا يسبب صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات في طرحة مختلف القضايا يبقى هناك تخوف من أن نعرج على بعض القضايا كونها تمس مثلا أطراف معينة ربما قد تقوم هذه الأطراف بعمليات اختطاف أو ما شبه ذلك فهذه البيئة الغير آمنة في هذا الوضع المريب الذي نعيشه الآن بسبب الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيا الحوتية على تعز هو بالتالي سبب حالة النقوذ هذه أو الانتكاسة هذه التي تعيشها المرأة اليمنية خاصة في العمل الميداني الصحفي نعم إذن أعانك الله مهاقل بقوي كما قلت في أنك بتعملي في مكان وأهلك ما زالوا تحت في مناطق تحت سيطرة الحوتين أسأل الله لك السلامة مها علي مراسلتنا في تعز كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية وأنتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف محمد المريسي مراسلنا في الضالع مساء الخير محمد فقدنا الاتصال سنحاول التواصل بك مجددا محمد وربما هذا خير الدليل على صعوبة التواصل وصعوبة يعني إيصال المعلومة لنا في ظل ما تمر بها البلاد أعود إليك وليد وليد هناك يعني معكم مجموعة من المراسلين أو معنا مجموعة من المراسلين من يعملون في خطوط المواجهة من يعملون في ظروف يعني صعبة للغاية ربما إن لم يكن في ظروف أو أمام المواجهة يأتي طيران التحالف هنا أو هناك ما هي أبرز النصائح أو القواعد التي تكررها مرارا وتكرارا على المراسلين طبعا هذا سقوط الاتصال هو الآن كما تحدث لأتي نموذك تطبيقي للمعاناة الدائمة مع الزملاء في الميدان الاتصالات مع القدول لكن الإرشادات هي واضحة من أول يوم واشتغلنا فيها إلى جانب الأدوات السلامة وإلى جانب الإرشادات اليومية والمهارات التي أيضا تعلموها من خلال تغطية الحرب والعمل بشكل متواصل في هذا الجانب هناك أيضا لدينا قاعدة رئيسية ومعممة هي بشكل عام بعدم زيارات الخطوط الأمامية والمناطق الملتهبة والمناطق المواجهات ومناطق التوترات بحكم بأن نحن دفعنا أيضا ثمن باهض يعني قناة بالقيصر ثلاثة من الزملاء وهذا لم تدفعه وسيلة إعلامية في اليمن منذ أعتقد قرن فالإرشادات واضحة فيما بيننا حتى الاجتماعات مستمرة مع الإدارة ومناقشة كل الانتهاكات التي تعرض لها الزملاء وممنوع هو فيه هناك إذن عدى لنا المريسي وليد سمح لنا فقط بالذهب نعم تفضل ممد المريسي مراسلنا في الضالع مساء الخير محمد نعم مرحبا أهلا بك محمد ونحن نحتفي بكم كونكم الناقل الأكبر للمعلومة من الميدان وتواجهون العديد من الصعوبات هناك أود أن أسمع منك أبرز ما تواجهه سواء على صعيد توصيل المعلومة أو على صعيد وجودك كمراسل لقناة بالقيس في الضالع دعني أهني نفسي وأيضا أهني إدارة القناة بكاملها بهذا المنجد خمس سنوات من العطاء وأيضا التواجد في مساحة كبيرة من الجمهورية اليمنية كما مرحب وأيضا وأشكر أيضا الأستاذ وليد ضيث هذه الحلقة وأيضا هو أحد وأبرز الداعمين وأيضا المشجعين وأيضا المساردين للمرسلين في الميدان وأيضا أشكر كل فرد وكل مؤتئية في هذه القناة وساندت ووقفت وأيضا دعمت بالكلمة لكل طاقم هذه القناة فما أحيي أيضا مدير القناة الأستاذ أحمد الزرقى وأحيي كل الطاقم وأحيي كل أفراد قناة سواء في الداخل في داخل اليمن أو في خارج اليمن بالنسبة للصعوبات التي نواجهها نحن في الميدان وخاصة في المناطق التي تشهد المواجهات هناك تعلم آسيا الصعوبات فيها كما أيضا يحرف الجميع أن هذه المناطق مناطق قبلية مناطق ما تزال لم تقوم بالدورة أو لا تعرف ما هي مهمة الإعلام هناك من يقوم أيضا بعرقلة عن الصحتيين هناك من يقوم أيضا بتهديد الصحتيين إن كواجدوا في منطقة ما تزال العدد والتقاليد أيضا في بعض المناطق يمنع تخول الكاميرا إلى بعض المناطق ونصعد علينا توفير سواء كانت حالات إنسانية سواء كانت في جبهات لكن ومع ذلك استطعنا في محافظة الضالع بالحضور بجميع مديريات الضالع ونقلنا بشكل كبير وأيضا على مستوى كل الجبهات وعلى مستوى كل المواقع استطعنا دور من معاناة الإنسان وإضا من الناجح رغم الصعوبات والعوائق التي تعبرنا لها هناك أيضا شهاد أحيانا تقوم بمنعنا من التنقل من مديرية إلى أخرى وهناك أيضا من يتهم بأننا ننقل مع الضرف بالعكس ذلك نحن صوت كل المواطنين هنا في محافظة الضالع نحن ننظر إلى الناس هناك في نظرة واحدة رغم رغم أن البعض يتهمنا بميول مع جهات أخرى لكن نعم عقوان الرقم ألا نعم إذن شكرا لك محمد المريسي مراسلنا في الضالع كنت معنا عبر الهاتف وانتقل سريعا لحداد مساعد مراسلنا في حضر موت مساء الخير حداد مساء نور آسيا حداد وأنت تنزل إلى الشارع حاملا معك ميكروفون قناة بلقيس كيف هو صدى وجودك بين الناس نعم في البداية أحب أن أهني كل الزملاء من إدارين ومصورين ومعدين ومحررين ومراسلين وأخذ بالذكر مدير الكناح من الزرقة ومدير المراسلين وليد الشبك بمناسبة ذكر انطلاقات كناة بلقيس الخامسة وكل عام والجميع بخير طيب عن آسيا تمثل كناة بلقيس والعمل فيها تجربة بالنسبة لي فريدة وسرية في أن واحد زارت من صبرتنا الصحفية خلال أكثر من أربع سنوات هناك مساحة كانت بلقيس في ودي حضرموت واسعة بشكل كبير وكانت خلال أربع السنوات كعمل في ودي وصحر حضرموت عملت كمراسل رأيت أن الصحفي هو الأقرب للناس من خلال الاطلاع على همومهم وملامس واقعهم ونقل الحقيقة للعالم رغم أن ودي حضرموت لم تصله صعبة تزداد مع ارتفاع الإسعار ومرة مع تدهور العملة ومرة مع زيادة البطالة نكن كل المعاناة سواء للنازحين أو حتى للفقراء والمتواجدين في ودي حضرموت سواء النازحين من الحرب أو الذين طالتهم مشاكل تحصل بين الفين والأخرى في ودي حضرموت نعم ما هو أكثر تقرير ما زل تحتفظ به حداد كشيء تفتخر قدمته في قناة بلقيس عموما هي تقارير كثيرة ولكن أستذكر الآن تقارير نزولي إلى مديرية العبر ووصولي إلى النازحين الذين لم يجدوا شربة ما واحدة وهم وسط الصحراء شاسعة يعانون وضعا صعبا وصلت إلى هذا المكان لما كنت أتوقع هذه المأساة الكبيرة بسبب الحرب وبسبب الإنقلاب الحوثي على البلاد نتذكر أيضا آسيا تقارير لوصولنا إلى بير برهوت وهي مغامرة ممتعة وشيقة وهي في شرق حضرموت هذه البير الذي حصل فيها جدل واسع حاولنا أن نصل كأول كناة فضائية إخبارية يمنية تصل إلى مغارة وبير برهوت واستكشفنا حقيقة هذه البير أخيرا أخيرا أيضا نتذكر مشروع الذي نال انتشار واسع وهو تقرير مشروع الاستجراء السمكي في مدينة تاريم حيث قام أحد المواطنين بعملية استجراء السمكي نوع من العمل والقضاء على البطالة وقام بتشغيل كثير من الأياد العاملة في هذا المشروع شكرا جزيلا لك حداد مساعد مراسلنا في حضر موت كنت معنا عبر الهاتف وسؤال أخير لك وليد كلمة توجهة لهؤلاء المراسلين الذين يشهدون بك في كل تواصل معهم وخاصة من لم نتوفق وكان معنا أرد حقيقة أن يظهر معي جميع المراسلين ولكن الوقت لم يسعنا بالطبع أنا طبعا مشاكل لهم كثيرا أنا واحد أو ترس في الماكنة الكبيرة لبلغيس بشكل عام ولكن العبء الكبير للزملاء في الميدان المشاهد كما يقال يأكل عمر المراسل بهدوء وهذا أنا دائما ما أقول الزملاء بأن المشاهد لا يهم كيف يعيش المراسل أو كيف ينفق وقته أو كيف يعمل يهمه الصورة والخبر والمعلومة ولذلك هو يلتهن عمر المراسل كما يحدث معنا الآن السنة الخامسة ونحن ننضي لكن دعيني أشير إلى جزئية معينة نحن آسية الآن جزء من العالم كما هو معروف وهذا ليست معلومة وإنما وإنما في هذه الجايحة التي يعيشها العالم كورونا شئنا أم أبينا اليمن أصبحت ضمن أجندة الأخبار المحلية والدولية بأن تسلل كورونا إلى اليمن وأشبه بلس يتسلل إلى الغغرافية ثم يكتشف العالم أو تكتشف البلدان بأنه خلفه عصابة كبيرة وما فيها وهذا الخوف الذي الآن يواجهنا تماما في قناة بلقيس بشكل عام من ما قد يحدث للبلد من نكبة كبيرة الزملاء المراسلين غطوا الحرب وكانوا بشكل كبير جدا يعني ممتازين وربما هناك من استمر من أول طلقة رصاص حتى الآن لكن نحن الآن في مواجهة الأخطر ما هو أخطر صحيح طبعا حرب لعدو غامض تماما وكما يقال نحن الآن نعيش بتوفيط كورونا وأنا أتحدث تمت شخص يموت وآخر يفقد وظيفته بسبب كورونا وثالث يكتب الخبر وهذا الثالث هو المراسل الصحفي لدينا معايير معينة لدينا أيضا إرشادات محددة وزعت لزولاء لهذه المهمة ونتمنى لهم السلامة دائما وابدا نتمنى لجميع السلامة المعدرة وليد لم يعد لدي المزيد من الوقت أخذنا أيضا من وقت التحضير للأخبار شكرا جزيلا لك وليد البوكس مدير المراسلين بقناة بلقيس شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام وأنتم تتابعون احتفائية بلقيس في عامها الخامس شكرا جزيلا لكم دمتم برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة